النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للسكتة الدماغية 29 أكتوبر من كل عام في هذا اليوم بيتم التوعية بالمرض ومخاطره وعشان السكتة الدماغية بتحصل إمتى؟ بتحصل لما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض وده بيمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسوجين اللازم والعناصر المغزية وتبدأ بقى خلايا الدماغ بالموت خلال دقاط هلو نعرف تفاصيل أكتر عن السكتة الدماغية ونوعي بمخاطرها معنا دلوقتي منوارنا في الستوديو الدكتور طارق حمدي السري أستاذ الجراحات مخو الأعصاب والعبود الفقري بجامعة عين شمس أهلا بيك يا فندم منوار أهلا بيك صباح خير أهلا بيك صباح خير دماغ صباح خير دماغ يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك طرق التوعية من السكتات الدماغية وإيه هي أصلا السكتات الدماغية يعني إيه الأعراض اللي لما تحصل أعرف أن الشخص اللي قدامي بتحصل له دلوقتي سكتة دماغية التعبير بتاع سكتة دماغية تعبير مزبوط جدا هو تعبير منضبط جدا طبية سكتة دماغية يعني كهرباء كده وأنا رحت منزل الزرار بتاعها لتحت فالحاجات اللي في المكان طفت تلفزيون طفى نور طفى فيش اللي كان فيها الشاحن بتاع الموبايل دي راحت كل حاجة فجأة سكتت علشان حصل مشكلة في الشوريان عندنا تعبير طبي اسمه دراماتيك هيحصل الحكاية دي يعني حتحصل فجائية جدا علشان الشوريان ما وصلش الدم للمخ طب هو ما وصلوش ليه للمخ علشان يا إما فرقع وحصل كتلة من النزيف فالجزء اللي كان حيوصله الدم ده ما رحلوش دم وبقى فيه كتلة نزيف أو علشان هو قفل وحصل فيه جلطة فما بقاش رايح دم للجزء ده علشان ما تغزاش بالدم الكفاية فانقطع الدم عن الجزء ده فبقى فيه سكتة دماغية نتيجة نزيف في المخ أو نتيجة جلطة في المخ الجلطة غالبة يعني احنا بنتكلم في نسبة أكتر من 85% 7% الباقي لو كان نزيف لاتنين اسمهم سكتة دماغية جلطة يعني انقطع الدم نزيف يعني الشريان ده فرقع وحصل نزيف في المخ طب هل ممكن لو تأثيره جزئي يفضل الإنسان عايش ولا هو خلاص الموضوع منتهي لا فكرة إن الإنسان هيبقى عايش آه حيبقى عايش بس على حسب بقى على حسب هو أنهي شريان اللي تقفل بيغزي جزء يخص إيه يخص حركة يخص الكلام يخص مراكز الحياة في المه وكمان الدرجة بتاعة إغلاق هذا الشريان هو اتقفل الدقيق انت قلت دلوقتي حاجة بتاعة الدقيق هي فعلا الحكاية حكاية الدقيق طب لو هو قصة كلها هم فعلا من 3 إلى 5 دقيق طب هو لو قصة كلها من 3 إلى 5 دقيق طبعا هل من نعالج الناس دي ليه لا نقدر نعالجه وتقدر تخليه عيش بقية حياته أو تقدر تقدم له خدمة طبية تخليه عيش بقية حياته بشكل كويس واكد ما حصلش حال يعني حتى لو تعليقا على كلام حضرتك يعني قلنا لو هو جزء مثلا الشريان المسؤول عن إيصال الدم للحركة طبعا وتوقف لكن الإنسان فضل عايش ينفع نعالجه بعد كده والدم يوصل لو كان في جلطة أو نزيف علجنا هذا الأمر ويقدر الدم يوصل تاني لنفس المكان ويرجع يتحرك بالعلاج الطبيعي ويرجع يمشي عادي تاني اه اه يقدر وده فايدة اليوم ده ان احنا نوصل للناس فايدة العلاج الوقاية أصلا من ان الكلام ده يحصل طبعا في الأول لكن لو حصل ايه فايدة العلاج ايه فايدة ان احنا نتحرك بسرعة مش بس توعية للناس لكن توعية لان القصة دي لان نتيجة يعني ضرورة ان احنا نتحرك فيها بسرعة توعية لكل الخدمة الطبية مش بس ده كاترة ده كاترة والمستشفيات والمسعفين وكل الخدمة الطبية اللي بتقدم الخدمة للمريض ده ازاي ضروري قوي ان انت حتقدر ترجعه وترجعه بكفاءة لحياته كويسة ايا كان السكتة دي اصابت انهي جزء في الدماغ يعني حركة كلام اي حاجة منقدر نعليجها يرجع مرة تانية 100% لو علجته بالشكل السليم وفي الوقت السليم اه ممكن يرجع نيرلي 100% برضو يعني لازم نبقى متفقين هو كمان عنده ايه تاني يعني هل هو عنده حاجة اقول عليها بالطب يعني هو عنده ضغطه اخبره ايه سكره اخبره ايه عنده مرض في القلب سنه شكله ايه يعني برضو نشاطه في حياته عموما كان شكلها ايه لا لو شاب يعني عنده صحته كويسة 100% بس حصله سكتة دماغية ده هيرجع كويس جدا ده هيرجع كويس جدا وعموما دي نسبتهم قليلة على فكرة ده نسبتهم تحت سن الاربعين سنة عشرة في المئة الف ده خلينا نتكلم عن النزيف في المخ بسبب حوادث مثلا ده بتعالج ماء في الماء هل ليها وقاية طيب وقاية لما نشوف ايه هي الطرق اللي بتؤدي لها يعني ان انت تحمي نفسك من هذه الطرق يعني مثلا لما نقول ان ضمن اهم اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي للجلطات اللي في المخ والساجة الدماغية هي ارتفاع ضغط الدم ارتفاع السكر ارتفاع الكوليستيرول يعني الدهون في الدم التدخين التدخين والتدخين والتدخين السمنة حتقي منها بان انت تزبط ضغطك وتزبط سكر لو احد عنده سكر والسمنة نقلة والكوليستيرول يتزبط بالدواء بتاعه مزبوط والتدخين يعني لا خالص طبعا طيب النهار ده انا لو بيحصل قدامي حصل حاجة والشخص قدامي بيحصل له سكتة دماغية ايدنتفاي او عرف ازاي نده اصلا سكتة دماغية ده رقم واحد اقدر اعمل ايه رقم اتنين غير ان انا هكلم اكيد الاسعاف يعني في غضون الفترة ما هيجي فيها الاسعاف هل في حاجة اقدر اعملها واحد اتنين تلاتة ده رقم الاسعاف هو ده اهم معلوم الاعراض ايه الاعراض انه زي ما اتفقنا هو هايبقى هتلاقي حاجة دراماتيك جدا جدا بتحصل انه هو وظيفة من وظيف المخ فجأة بتشوت داون يعني حاجة بطل يعرف يتكلم اه بزبط كلامه احنا كنا بنتكلم كلامه راح وبدأ يتهت في الكلام وبدأ يتوه عننا ايده يمين شمال رجله يمين شمال كانت بتتحرك عينه بقه لا قدر الله لأمور في ليه علاقة مراكزة حقيقة حيبقى نفسه مش مطلوب اي حاجة خالص غير انه هو يستل داون يعني يقعد نهدى نكلم الاسعاف وحنا هنتحرك وحنتحرك بالشكل المناسب والشكل السريع مفيش هنا حاجة بقى زي مثلا احنا نديله حاجة يشربها نديله ننيمه بشكل معين لا لا مفيش مش محتاجين كده هل الموضوع لي اي علاقة من قريب او من بعيد والضغوط النفسية وضغوط الحياة بتلعب دور كبير جدا 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 هي حتلعبت سكر مبدايا وحتلعبت الضغط وهم دولت من اهم العوامل وطبعا الحياة يعني الحياة عنيف عنيف جدا 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 يعني انا كنت بشوف الفقرة الرضاية بتقدمها حياة فقرة على الوعي يعني طبعا كلنا عارفين واحد من اهم مدربين في مصر يعني توفى سكتة الدماغية وراجل من الناس المنتزين حقيقة بحس انه مهما كان اللايف ستايل للشخص يا حريك لسا بتقول دلوقتي انه مدرب رياضة وتوفى بسكتة الدماغية مهما كان اللايف ستايل دايما في حاجة نقصة يعني يا اما تؤدي لجلطات في القلب يا اما تؤدي لجلطات بسكتة دماغية ففي جلطة حصلت في المخ النهاردة يعني مش همنع بس اقدر اعرف زين ان انا حد عندي مثلا سيولة في الدم بزيادة او دمي معرض لجلطات اكتر يعني ايه نوع خليه اقول التاس اللي اقدر اعملها لا هو يعني هو ما فيش تاس معين علشان تعمله عشان نقول ان دا عنده عرضة اكتر لانه يجيله جلطات في المخ ولا لا لكن هو ما فيش غير انك تبقى مثلا واحد مريض ضغط يبقى بيتابع ضغطه بانتظام واحد عنده عدى سن الخمسين سنة يبقى بيتابع انه سكره وضغطه منتظمين حتى هو ما بيعانيش من ضغط السكر لكن هو بيعمل يعني كشف دوري وبيتطمن على نفسه وبيتطمن على نسبة الدهون تحليل العام رقم خمسة نعم تحليل العام رقم خمسة في الدم يعني 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 دي حاجة من الحاجات المهمة انت تبقى بس يعني متطمن على ان الحاجات البسيطة سكرك ضغطك الدهون في الدم دولت مزبوطين طبعا لو فيه تاريخ في العيلة دي حاجة من الحاجات المهمة اللي تخليه يعني عنده شوية بس أكتر شوية يعني هو بس منتبه أكتر لنفسه منتبه أكتر للأكل اللي بيأكله لممارسة رياضة اللي بيمارسها فكرة ممارسة رياضة البسيطة جدا رياضة المشي بس هي حتنشط الدورة الدموية وحتيحمي بالقدر كبير جدا من كثير من المشاكل الحاجات الموجودية طيب هل الموضوع بيختلف بين الرجالة والسيدات هو لابحاس كلها بتقول ان رجالة عرضة أكتر بس الحقيقة الستات بتضغط أكتر دي حقيقة لا 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 حق تماما بس الأسباب عشان ستات بيقشوا أكتر يا ساتر يا دكتور سي وعلشان خطر وعلشان خطر بس الستات مش بيدخنوا أكتر والسترس بتاعهم أقل من الرجال ومرض ضغط الدم عندهم أقل بس هم فعلا هم بيعيشوا أكتر فتقدم السن من ضمن العوامل اللي بتزود المرحلة يعني تحت سن الاربعين سنة عشرة كل مئة ألف لو وصلنا لحد خمسة وخمسين حيبقوا سبعين في كل مئة ألف لو عدينا الرقم ده عدينا ستين احنا بنتكلم في أكتر من خمسة وتسعين في كل مئة ألف الستات كمان يا إما عايزين يحملوا أو بيحملوا أو بياخدوا حاجة علشان تمنع حملة زي حبوب مثلا والاتنين دول بيزودوا الريسك بتاع الجلطات تاني بقى لا تاني النقطة دي الحبوب من الحمل من ضمن الحاجات دي أصلا كارسل المتهمة المتهمة بأنها بتزود ريسك الجلطات الفترة بتاعة نهاية الولادة وما بعد الولادة بكام يوم من ضمن الفترات اللي فيها ريسك عالي شوية لحدوث الجلطات والنزيف كمان والنزيف فالستات عندهم هم في شكل عام هم أقل بس هم عندهم أسباب تانية يخليهم يعني احتمال يكسبوا في الحجرة طيب دكتور ايه السبب اللي يخلي مثلا شاب احنا بقنا نسمع الكلام ده كتير قوي بين الشباب يعني كان زمان كنا نسمع الكلام ده عن كبار السن وفيه أمراض مزمنة وعنده تاريخ مرضي مثلا من حاجات كتيرة زي ما حالك ذكرت الضغط والسكر وإلى آخره لكن شاب سليم زي الفل ما فيهوش أي حاجة فجأة بيتوفى والتقرير الطبيب بيقول سكتة دي مغاية هتتألم لما تعرف السبب هو للعصف الانتشار العنيف للمخدرات لكثير من المخدرات مش بس يعني كمان مش بس كمان حتى الأنواع المخدرات الكوكاين وما شابه لكن كمان الحاجات العشوائية كمان في المخدرات اللي فيها كمية شوائب فيها خلطة وفيها كمية شوائب كارثية كارثية يعني صناعة المخدرات لا تخضع لمعايير الجودة مخدرات اه هي مخدرات التدخين العنيف طبعا وأخص بالذكر كل ما هو electronic cigarettes يعني وكل ده 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 كارثي يعني كل ما هو معلوم بأنه حاجة بسيطة وأنه مش تدخين وأنه مش سجارة يعني خطأ تمام كبير ما حدش قال خالص أنه هو بيغير أي احتمالات ليه تأثير التدخين على سيورة الدم أو كده التدخين هيبقى تأثيره على الدم أن كمية الأكسوجين المحملة في الدم بات قليلة فحتى لو شاب صغير وشرايينه حلوة ومفتوحة وما فيهاش تصالف شرايينه وما فيهاش دهونه وما فيهاش مشاكل خالص وكمية الدم المقدرة للمخ أنها توصل كمية تمام بس هي الكواليتي بتاعته شكلها ايه بقى؟ هي كمية الأكسوجين اللي موجودة في الدم ده شكلها عمل ازاي؟ كمية قليلة جدا فهو أنت وصلت له كمية بس مش بالكفاءة المطلوبة لأداء الوظيفة فطبعا هتبقى مش مخيدة خلال طب بعد الشهر الأطفال ممكن يتعرضوا لحاجة زي دي بما أن مش بكلم سنة صغيرة قوي لكن التينيجرز يعني بأنهم عادين 24 ساعة قدام فيديو جيمز والشاشات هل ده ممكن يكون سبب في السكتات دماغية ولا لا؟ الفيديو جيمز والشاشات والكمبيوتر والتليفون وكده محدش قدر يعني يقول اتهام صريح ليهم هفكر أكتر في السن الصغير في النزيف يعني هفكر في عيوب خلقية ليها علاقة بالشرايين وحبتلي أدور على كده مهم قوي أن أنا بعارف وأنا داخل عالج مريض ساكتة دماغية عشان أعراض حاجة واحدة أن أنا داخل عالج نزيف ولا داخل عالج جلطة علشان هو علاج ده تقريبا يكاد يكون عكس ده بزا طبع عكسه تماما فمهم جدا أن أنا أبذل كل الجهد توقف بحسب يعني معلومات البسيطة بيسيب جزء كده بيبقى زي جلطة تقريبا أو القشرة بتاعت الدم صح؟ تقريبا كلامك سليم هو حيثيه بأثر فعلا يعني ممكن كلينيكالي يعني ممكن وظيفيا العيان ما يبقاش بيشتكي من حاجة يعني الأعاقل قدر الله لحصلت في العيام الأولانية بعد الأدوية وبعد العلاجات وبعد العلاج الطبيعي تحسنت جدا 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 لكن الأشعة لو عملت الأشعة بعد عشرين سنة حلاقي أثر للنزيف اللي كان حاصل بس هو وظيفيا كويس والمخ قدر يتغلب على الحدوتة دي دكتور عشانة تجنب فكرة الخطأ اللي ممكن يعني يحصل من طبيب بسبب أنه مش عاركين نحدده نزيف ولا جلطة لو فيه نصيحة سريعة جدا جدا تقدمها بمناسبة اليوم أنه هو يوم التوعية للأطباء يمكن اللي بيتفرجوا عيان دلوقتي يحدد إزاي سريعا جدا time is brain time equals brain الوقت يسوي المخ حتضيع وقت فيه جزء من المخ حيروح عيان ده يخش بسرعة مستشفى يعمل الأشعات المقطعية والرانين المغناطيسي المطلوب للمخ في الوقت المناسب وخذ الخطوات المناسبة بناء على اللي موجود في الأشعة وفي مصر كل الأدوات موجودة كلها موجودة وحاجة محتاجة أنها تتعامل في خلال دقايق موجودة ومتاح كل شكرا لك يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور طارق حمدي السري أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجمعة عين شمس شكرا جزيلا لحضرتك نعم شكرا